أنواع البراكين أنظروا معي إلى صور البراكين هاده ما الذي تلاحظونه؟ أنا ألاحظ اختلافاً بين هذه الصور وهل يمكنك أن تصف هذا الاختلاف؟ نعم هناك بركان يظهر في شكل طبقات منبسطة وآخر مخروطي الشكل وثالث يمثل جبلاً حاداً ولكن ما سبب هذا الاختلاف؟ نعم يا سالم هناك أنواع مختلفة للبراكين وفقاً لطريقة ثورانها وهذا هو موضوع درسنا اليوم إذن فثوران البراكين لا يكون بدرجة واحدة؟ بالطبع يا خالد تختلف البراكين عن بعضها في طريقة الثوران فبعضها يثور بقوة وبعضها يتدفق بهدوء وما العامل الذي يتحكم في درجة ثوران البركان؟ يلعب تركيب الصهارة دوراً كبيراً في تحديد طريقة تفريغ الطاقة أثناء ثورة البركان من خلال نسبة السيليكا في اللابة وكمية بخار الماء والغازات الأخرى المحبوسة في الصهارة وكيف يؤثر ارتفاع نسبة السيليكا في اللابة على قوة الثوران؟ تصبح اللابة ذات كثافة ولزوجة عالية عند احتوائها على نسبة كبيرة من السيليكا وبالتالي فإنها تقاوم التدفق أكثر مما يؤدي إلى ثوران البركان بعنف كما تساعد لزوجة السيليكا على حبس بخار الماء والغازات الأخرى فيها مسببة ضغطاً هائلاً يزيد من قوة الثوران وما الذي يحدث في حالة احتواء اللابة على نسبة قليلة من السيليكا؟ إذا احتوت اللابة على نسبة قليلة من السيليكا بالإضافة إلى الحديد والماغنيسيوم تقل لزوجة الصهارة فتتدفق بسهولة أكبر ويكون ثوران البركان بهدوء وما هي أنواع البراكين؟ تتضمن أنواع البراكين؟ البراكين الدرعية البراكين المخروطية البراكين المركبة ثوران الشقوق وما هي البراكين الدرعية؟ هي براكين واسعة الامتداد قليلة الانحدار وتتكون نتيجة تراكم الطبقات البازلتية بعضها فوق بعض وكيف يحدث هذا النوع من البراكين؟ تحدث البراكين الدرعية عندما تندفع صهارة قليلة السيليكا والغنية بالحديد والماغنيسيوم من أعماق كبيرة في باطن الأرض مكونة طبقات أفقية منبسطة وتعد هذه البراكين الدرعية أكبر أنواع البراكين ومن أمثلتها بركان حرة ثنان في شمال المملكة العربية السعودية وما هي البراكين المخروطية؟ هي براكين صغيرة نسبيا تتشكل بفعل ثوران بركاني متوسط العنف وكيف تتكون البراكين المخروطية؟ في أثناء ثوران هذا البركان يقذف الرماد البركاني واللابة في الهواء لتصل إلى ارتفاعات كبيرة ثم تبرد بسرعة وتعود إلى الأرض مكونة مخروطا صغيرا من المواد البركانية ومن أمثلة هذه البراكين في المملكة بركان حرة البرك وما هي البراكين المركبة؟ هي براكين شديدة الانحدار تتشكل نتيجة تراكم الطبقات المتعاقبة النتيجة عن الانفجارات البركانية العنيفة ويتبع ذلك ثوران هديء للبركان مشكلا طبقة اللابة ومن أمثلة البراكين المركبة في المملكة جبل القدر شمال شرق المدينة المنورة هي نوع من البراكين تتميز اللابة فيها بأنها ذات سيولة عالية ولزوجة قليلة مما يجعل انسيابها سهلا فوق سطح الأرض مكونة هضابا بازلتية ومن أمثلتها في المملكة حرة رهط إلى هنا ينتهي درس اليوم وسوف أنتظر منكم غدا أمثلة على كل نوع من أنواع البراكين التي شرحناها يمكننا تلخيص ما تعلمناه اليوم فيما يلي تنقسم أنواع البراكين وفقا لطريقة ثورانها إلى ما يأتي البراكين الدرعية ومن أمثلتها بركان حرة ثنان في شمال المملكة البراكين المخروطية ومن أمثلتها بركان حرة البرك في المملكة البراكين المركبة ومنها جبل القدر شمال شرق المدينة المنورة براكين ثوران الشقوق مثل حرة رهط